في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين قام فخامة رئيس جايير بوسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بزيارة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية في خليج البحرين اليوم وكان في مقدمة مستقبليه معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من المسؤولين حيث رحب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بزيارة فخامة الرئيس البرازيلي لمجلس التنمية الاقتصادية وأشار إلى همية هذه الزيارة لإطلاع فخامته على تجربة مملكة البحرين في إطار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حظرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجهود المجلس في الترويج للفرص الاستثمارية في المملكة لدى الأسواق العالمية وتعزيز ارتباط البحرين بهذه الأسواق من خلال ما تحظى به المملكة من مزايا تنفسية وبيئة استثمارية جاذبة ومميزة ومفتوحة واطلع فخامة الرئيس البرازيلي على عرض شامل قدمه السيد خالد إبراهيم محمدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية حول عمل المجلس ودوره في تعزيز أداء الاقتصاد البحريني ومردوده الإيجابي على مختلف أوجه التنمية وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما تنول العرض التسهيلات والخدمات التي يوفرها المجلس للمستثمرين بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين والتي يعمل المجلس على الترويج لها في إطار دوره الرئيس في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية وجرى خلال الزيارة التنويه بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية وبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري خلال المرحلة المقبلة إلى جانب استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين